ازايكم يا صحابي الجو حر قوي النهاردة علشان كده انا قررت اساعد خالة خيرية ونعمل انا وهي عصير فراولة سائع نعزم عليه كل سكان عالم سمسم اول حاجة جبتها هي تلج ودلوقتي هروح لعم جيرجس اجيب من عنده الفراولة والسكر ازايك يا عم جيرجس اهلا اهلا يا فلفل انا كويس الحمد لله لو سمحتي يا عم جيرجس انا عاوز كيلو فراولة وكيس سكر علشان عايز اعمل عصير حاضر لحظة واحدة يا فلفل كده يبقى كل حاجة جاهزة اتفضل قادي كيلو الفراولة وقادي كيس السكر شكرا يا عم جيرجس شكرا العاف مع السلام ايوه ايه ده التلج راح فين انا كنت سايبه في الكيس ده ودلوقتي الكيس مافيهوش غير مية طيب اروح اجيب تلج تاني وقادي كيس تلج تاني وبكده تبقى كل حاجة جاهزة فاضل بس اني اقول لخالة خيرية تيجي ومعها الخلاط عشان نعمل العصير ازايك يا خالة خيرية اهلا ازايك يا فلفل انا جبت الفراولة والسكر والتلج يا ريت بقى حضرتك تجيب الخلاط عشان نعمل العصير اللذيذ طيب يا فلفل ثانية واحدة خالة خيرية زمانها جاية وهتعمل لي عصير فراولة خالة خيرية زمانها جاية ايه ده التلج اختفى تاني يا ترى مين اللي بياخد التلج ويسيب لي مكانه مية ايدي الخلاط يا فلفل بس في مشكلة يا خالة خيرية مشكلة ايه يا فلفل كل ما اجيب تلج واسيبه شوية ارجع ما لاقيهوش ولاقي مكانه مية مش عارف يا خالة خيرية مين اللي بيعمل كده محدش بيعمل كده يا فلفل ازاي؟ امال التلج بيروح فين والمية بتيجي منين؟ يا فلفل هم الاتنين حاجة واحدة لما الجاوب يبقى حر التلج يسيح فيبقى مية ولما ناخد المية نحطها في الفريزر تجمد فتبقى تلج يا سلام يعني المية اللي في الكياس دي هي نفسها التلج اللي انا جبته والتلج اللي انا جبته كان اصلا مية بالزبط التلج لما يسيح يبقى مية والمية لما تجمد تبقى تلج انا فهمت دلوقتي عن اذنك يا خالة خيرية وانتو كمان ممكن تعملوا التجربة دي ممكن تجيبوا حط التلج وتحطوها قدامكم وتبصوا عليها لغاية ما تسيح وتبقى مية اتفضلوا يا رجالة اتفضلوا بشويش بشويش علشان التلج اللي فيها اي واهنا متشاكرين اوا يا رجالة ما تستنوا تشربوا معنا العصير شاكرين طب تسريحوا مسلم طيب شاكرين وبكده بقى يا خالة خيرية نطلع التلج من الفريزر ونحطه على طول في العصير وما يلحقش يبقى مية انا اسمي صورة انا انا خايف بس مش عارف انا خايف من ايه اه اه يمكن عشان الدنيا ضلمة لا الدنيا مش ضلمة ولا حاجة ده احنا الصبح طيب ممكن خايف عشان مفيش صوت مممم både الهدوء حلو برضو استمال انا خايف من ايه خايف من ايه خايف من ايه يافلفل وأنت خايف من ايه اه خايف من ايه ايه ده انا مش خايف انا لما قلت اني خايف وفكرت شوية اكتشفت اني اما انا مفيش حاجة تخوف خالص فلفل كل يوم جمعة بروح الجنين علشان أطير طيارتي الورق كل مرة بشوف أشكال سحاب كتير وبتخيل حاجات كتيرة قوي في السحاب زي مثلاً الشمس والكواكب نفسي طيارتي الورق تاخدني واتطير في الفضاء وساعات كمان بشوف السمك والأخطوط في أعماق البحر ساعات بحس إن طيارتي الورق ممكن تلف بي الدنيا يا طارى مين ده؟ أول مرة أشوفه في عالم سمسي أنا هسأله وأشوفه عايز إيه؟ صباح الخير حضرتك مش من هنا صح؟ فعلاً أنا مش من هنا أنا جاي من كوكب تاني ياه من كوكب تاني؟ غريبة دي ويا طارى جيت كوكب الأرض فسحة ولا بتدور على حاجة؟ أنا فعلاً جاي أدور على حاجة حاجة غالية جداً كت توجودة عندنا في كوكبنا بس للأسف إحنا فضلنا نستخدمها غلط وما حافظناش عليها لغاية ما قربت تخلص خلاص وده عمل لنا مشاكل كتيرة ولما سمعت إن الحاجة دي في منها كتير على كوكب الأرض جيت أتأكد بنفسي ويا طارى إيه الحاجة الغالية دي؟ الأنبو نعم الأنبو يعني إيه الأنبو؟ ده اسم غريب جداً بس يمكن يكون اسم الحاجة دي مختلف عندنا طيب ممكن تديني معلومات عن الأنبو ده علشان أقدر أساعدك لونه إيه مثلاً؟ ملوش لون طيب إيه ليه طعم؟ حادق حلو يعني ملوش طعم طيب يمكن ليه ريحة؟ لا برضو الأنبو كويس ملوش طعم أو لون أو ريحة إيه الحاجة الغريبة دي؟ طيب إذا كانت الحاجة دي ملهاش للون ولا طعم ولا ريحة بتعملوا بيها إيه؟ الأنبو أهم حاجة في حياتنا بنشربه وبنطبخ بيه وبننظف بيه ونستحمى بيه ونزرع بيه وزي ما قلتلك لما قرب يخلص من كوكبنا حصلت مشاكل كتيرة على العموم أنا هحاول أساعدك علشان تلاقيه إحنا ندور في كل حتة في عالم سيمسي تعال معايا إحنا بقلنا كتير قوي بندور ومش لعيين الأنبو ده لا ليه؟ مش هنكمل تدوير؟ لا هنكمل طبعاً بس ثانية واحدة أنا عطشت قوي آه عم جيرجس يا عم جيرجس أيوة يا فلفل ممكن كباية مية لو سمحت حاضر فضل يا سيتي هادي كباية المية يا فلفل يا سلام شكراً يا عم جيرجس ده أنا كنت عطشان قوي يلا بينا بقى الأنبو هو فين ده؟ اللي في الكوباية ده؟ هو ده الأنبو المية وإحنا كل ده كنا بندور على المية أنتو بتسموها المية؟ ياه ياه أخيراً لقيتها ده سكان الكوكب بتاعي لو عرفوا أني لقيت الأنبو هيفرحوا قوي آه نسيت أعرفك يا عم جيرجس ده صديق من كوكب بعيد جه الأرض عشان يدور على الأنبو ودلوقتي بس فهمت أن الأنبو ده هو المية صور يا عم جيرجس بيدور على المية أهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه لكن لو سمحت أخذ معي أزاست الأنبو دي للكوكب بتاعي قوي قوي بس مش هي دي اللي هتحللكم المشكلة لأنها مش كفاية ياه دي إزازة فيها أنبو كتير جدا دي تكفينا مئة سنة على القلب متشكر جدا متشكر جدا هنزع تاني ونطخ ونشرب كتير كتير ونستحمى بقى إيه اسم الحيوان اللي هنعمله النهاردة؟ أهلا أنا الدب الصغير النهاردة في الرسم مع الدب الصغير هوريكو إزاي ممكن ترسموا دايرة دايرة أنا كنت دايما عاوزة تعلم إزاي أرسم دايرة دي حاجة هيلة جدا اسمع اسمع يا شادي اسمع أنا في وسط البرنامج بتاعي اللي بقدمه دايما الرسم مع الدب الصغير آه طب كمل كمل انت أنا آسف أنا آسف أنا آسف دلوقتي آه انت هتفضل هنا مش كده؟ آه كمل طبعا على أي حال بص كويس وانت هتقدر ترسم الديرة اللي انت هتشوفها دلوقتي بنفسك آه دا جميل أيوة وأول حاجة تعملها هو إنك تاخد ألم الألوان الصغير آلم ألوانك الصغير؟ آه وتروح على الورقة تاعتك وتبتدي تحرك الألم دواير 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 آه دواير 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 لحد بترجع تاني للبداية ويكون عندك دايرة وهي دي دايرتكم الصغيرة هايل ممكن أجرب؟ آه شكرا خلينا نشوف أول حاجة أخد ألم الألوان الصغير وأبتدي دواير 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 لحد ما أرجع للبداية خالص ياه آه دا جميل جدا جميل خالص اللي علمني أصله محترف فعلا عملك حق تفتكر إنه عادي إني ممكن أحط شوية نقط ملونة؟ آه نقط ملونة؟ آه أنا مفتكرش أبدا في نقط ملونة ودي شوية نقط ودي شوية كمان ها إرها أيك شكلها حل آه أنا بس مش مكهف بالنقط ملونة إيه رأيك في شوية خربشة كمان خربشة؟ لكن أهو نخربش هنا وهنا وهنا كده تبقى تمام ها إيه رأيك إيه رأيك إيه رأيك؟ إيه رأيك كما نحط وش بيتحك وش بيتحك؟ عينين وبتسامة كبيرة شادي استيت ناه إيه في إيه؟ الدائرة بتاعتك مش شبه الدائرة بتاعتي وأنا صاحب البرنامج اه انا فاهم انت تقصد ايه ما تقلقش يا دب الصغير انا عارف زي اصلاح الموقف بعد اذنك ايوا اه نجرب ده وده 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 وممكن كمان نعمل كده ايه رأيك شادي ايه اللي انت عملته في دائرة بتاعتي ايه ده انا كنت عاوز اخليهم زي بعض استنى لحظة متها يقلي محتاجة حاجات تانية يمكن في الدائرتين دول انا ممكن ازوي ديل ايه ايه رأيك او يمكن ديل ووردة شادي ووردة هنا او ووردة هنا تابعونا الحلقة جاية وانا هوريكم ازاي ترسموا المسلس وقت من اودان انت قلت مسلس ده سهلا اوي يا دب الصغير كل اللي هتعمله انك هترسم كده وكده فوق وتحت وعلى الصد يعني مفيش مشكلة فيها فالس دي سهلا ايه رأيك المسلسات لازم يكون عندها شوية رجلين زي دي كده مثلا لما نرسم هنا رجلين وهنا واثنين ها شادي تحب تجرب لا انا مش عايز اجرب تاني انا ماشي شكل زي الشجرة وينلوعني زي خضرة واسمي اعجب من شكل اخد اطمعي بروكولي اعزائي المشاهدين اهلا بيكم في اول حلقة من البرنامج الجديد اعتذارات على الهواء في البرنامج ده ممكن اي حد يقول لأي حد انا اسف فكرة هيلة مش كده طبعا هيلة لانها فكرتي ودلوقتي مع اول ضيف في حلقتنا عم حسين تحب تقول انا اسف لمين يا عم حسين احب اقول انا اسف لمين لمين يا فلفل لخالة خيرية يا سلام حضرتك بتتأسف لخالة خيرية يا طرى ممكن نعرف بتتأسف لها على ايه اقول لك يا فلفل انبارح بالليل كانت خالة خيرية بتتفرج على التلفزيون على المسلسل العربي اللي بتحبه وانا جيت بقى غيرت القناة عشان اتفرج علمتش هي ساعتها ما بينتش انها زعلانة خالص بس بين وبينك بعد شوية كده انا فكرت لقيت انها حاجة دايق عشان كده انا بقول لها انا اسف خيرية ما تزعلش مني عم حسين بعت اعتذار على الهوى لخالة خيرية يا طرى خالة خيرية هتقبل الاعتذار ده اللي هنعرفه حالا هو انا الحقيقة فعلا اتضيقت شوية لما عم حسين حول القناة وجاب الماتش بس خلاص بقى مدام اعتذر انا مسمحك يا حسين هايل هايل خالة خيرية قبلت اعتذار عم حسين طيب انت يا خالة خيرية تحب تتأسف الحد في برنامج اعتذارات على الهوى؟ ايوة يا فلفل انا الحقيقة احب ان انا تأسف لخوخة لخوخة طيب ممكن نعرف بتعتذرلها على ايه؟ اصله انا وعدتها ان انا وديها الملاهي وبعدين انشغلت شوية فما قدرتش اوديها الملاهي انا اسفة يا خوخة بس انا منستش حب اوديك الملاهي قريب اوي ان شاء الله مدهش مدهش خالة خيرية قالت لخوخة انا اسفة تعالوا مع بعض نشوف خوخة هتقول ايه؟ انا فعلا زعت لما مروحناش الملاهي بس عرفت ان خالة خيرية كات مشغولة وانا مش تعلانة خالص وبقبل اعتذارها يا سلام يا سلام خوخة ابلت اعتذار خالة خيرية طيب يا خوخة انت تحب تتأسف لحد في برنامجنا؟ اتأسف لحد اتأسف لحد ايوة عايز اتأسف لعم جيرجس ايوة ليه بقى ليه يا خوخة عملت ايه ممكن يكون مدايق عم جيرجس؟ كنت بلعب مع اصحاب استغماجن بالدكان عنده وعملنا له دوشة جامدة وممكن يكون اتدايق عشان كده بقوله انا اسف جدا يا عم جيرجس خوخة قدمت اعتذار لعم جيرجس على الهوى يا طرق عم جيرجس حقيقة الاعتذار؟ ده اللي هنعرفه حالا بصراحة يا فلفل ما خبيش عليك انا اديت شوية من خوخة هي واصحابها لما كانوا بيلعبوا استغماجن هنا من الدوشة اللي عملوها بس بعد ما اعتذرت خلاص انا ما بقتش متدايق ممتاز ممتاز عم جيرجس ايه بالاعتذار خوخة؟ وطبعا عارفين سؤالنا اللي جاية هيكون ايه؟ عم جيرجس حضرتك تحب تعتذر لمين؟ ليك انت يا فلفل بتعتذر ليه انا؟ على ايه عم جيرجس؟ علشان انا وعدتك اني اجيب لك العسلية اللي بسمسم اللي انت بتحبها واللي انت نفسك فيها من زمان بس الحي يا فلفل ما الحقتش اروح للتاجر علشان اجيبها لك ايه؟ يعني مفيش عسلية بسمسم؟ لا يا فلفل انا اسف يا طرى بقى هتقبل اعتذاري ولا لا؟ طبعا يا عم جيرجس طبعا هقبل اعتذارك طيب يا فلفل انا بقى حسألك نفس السؤال اللي انت سألته لنا كلنا في عالم سمسم يا طرى تحب تعتذر لي مين على الهواء؟ انا انا اعتذر لي مين؟ اعتذر لي مين صحيح اه طبعا طبعا عرفت اعتذر لي مين باعتذر لكل المشاهدين ان وقت برنامجنا خلص ولازم اقولهم الى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج اعتذارات على الهواء